أمنت أن الله قد كتب القدر وقضى القضاء لنا خيرا وشر لكنه سبحانه أمر البشر أن يبذل الأسباب في ثقة أن يبذل الأسباب في ثقة ويتبع الأثر ويحاول التغيير والتطوير في شتى الصور ويبادر بالفعل كي يستحق ما يسر وستزهر الدنيا إذا أرواحكم هطلت مطر المبادرة هي أولى المهارات التي يعلمنا إياها رمضان وهي أولى المهارات التي يهتم بها الناجحون ومن يريد التغيير ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أولى ليالي رمضان أنه ينادي مناد يا باغي الخير أقبل فلمن يريد التغيير والتطوير لا بد أن يبادر ويقبل وأسوأ الناس تفكيرا هو الذي ينتظر أن تتغير أحواله أو تتبدل حالته وهو لم يبادر بأفعاله ولذلك تأتي آية قرآنية في كتاب الله عز وجل لتخبرنا أن هذه المهارة هي ركن ركين لكي يتبدل الحال إلى حال أفضل حين يقول الله عز وجل في سورة الفرقان فمن آمن فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فلو تأملنا الآية لوجدناها تركز على ثلاثة أركان لكي يأتي التغيير والتطوير فمن تاب وهي الأولى ولن يستطيع الإنسان أن يتغير حتى يشعر في داخله بعدم الرضا عن حاله فمن تاب وآمن وهو اليقين الداخلي والرغبة في التغيير ثم يأتي الركن الثالث وهي مهارة المبادرة وعمل عملا صالحا وتكون النتائج دائما فأولئك يبدل الله سيئاتهم إنه تبديل وتغيير يأتي ولذلك يقول أحد المفكرين الأعمال التي لا تقوم بها ستفشل بها مئة بالمئة وهو يقصد بذلك أن عدم المحاولة هي الفشل الأول والأخير ولذلك يجب على الإنسان عندما يريد أن تتغير أحواله وينتقل إلى حال أفضل أن يبدأ ويبادر فإذا أردنا الانتقال إلى حياة جديدة وحال أفضل فلنبدأ ونهتم بهذه المبادرة ولذلك تعلمنا كلنا فيزيائيا أن لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه ولقد علمنا القرآن هذه الروح روح المبادرة وأنها سبب رئيس في تبديل الحال ولذلك لو تأملنا مريم عليها السلام وهي في أضعف حالاتها وفي سعة رحمة الله عز وجل ومع ذلك ليتبدل حالها أمرها بالمبادرة فقال وهي في المخاض وفي حالة ضعف شديدة يقول سبحانه لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وأي شيء تحدثه يد ضعيفة لتهز هذه النخلة ولكنه سبحانه يريد أن يعلمنا أنه لابد من المبادرة وبذل السبب ولذلك موسى عليه السلام أيضا عندما أراد الله عز وجل أن ينعم عليهم في وقت الخوف والعطش فقال له نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا إذن فلنتعلم من شهر رمضان هذه المهارة التي كلنا بدأناها في هذا الشهر الكريم فتغيرت أحوالنا لكن نحن على ثقة أنه لم يتحرك أحد مننا ويبادر إلا رغبة في الأجر العظيم ولن ينتظر أحد مننا الأجر والهبات والعطايا دون أن يبادر بهذه الأفعال ثم لو تأملنا هذه الروح روح المبادرة والإيجابية في الدين نجدها تأتي رائعة جميلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فإن له بها أجر فإنه يتعلم من هذا الحديث أنه مهما ساءت الظروف ومهما كانت الأحوال فليبادر لكي يتغير وتتم له التغييرات الجميلة في حياته العامة والخاصة فلنبادر في هذا الشهر العظيم ولنستمر في العطاء والمبادرة وكل ليلة وأنتم إلى الله أقرب للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة اشتركوا الآن